رجعنا لكم فيديو جديد نحكي فيه عن طريقة عمل إعلان ممول داخل الانستقراب كيف بدنا نعمل إعلان ممول بالطريقة الصحيحة والسليبة بحيث أنك إنت حاط فلوس عساس أنت تنجح بالإعلان ممول تبعك ويكون استهدف الأشخاص الصحيحين بالمكان الصحيح وما يكون راحا لفلوس هباء منثورة ما تكون استفادت يعني أوكي جاب لك متابعين ممكن يجيب المتابعين وممكن لا بس أنت بتكون ما استهدفت الأشخاص اللي لازم تستهدفهم خلينا نشوف أهم الأشياء طبعا أنت عشان تعمل إعلان ممول لازم يكون عندك ثلاث شغلات مهمات تمام أول شغلة أنه أنت يكون حسابك حساب رجال أعمال تمام يعني حساب تجاري إذا ما بتعرف تعمل حساب التجاري موجود رابط في الدسكريبشن تحت ادخل عليه وشوف كيف بدك تعمل حسابك لحساب رجال أعمال والشغلة الثانية الشرط الثاني رقم اثنين اللي هو أنه أنه أنت تكون الصورة اللي أنت بدك تروج لها أو ليس الصورة أو الفيديو مثلا على سبيل المثال اللي بدك تروج له يكون التبعه عالي على أساس انستجرام يوافق عليه ويقبله تمام؟ وهذا الشيء يبعود عليك أنت بالمنفعة والشغلة الثالثة طريقة الدفع اللي أنت بدك تدفع فيها يعني سواء كان بطاقة اعتمان أو باي بيل تمام؟ هذه الثلاث شغلات إذا كانت متوفرة معك دعونا نشوف كيف بدك تستهدف العمر للمكان يعني انت محلك مثلا عندك محل ورد داخل مسقط ما بتروجب تستهدف ناس داخل قطر تمام؟ وكيف بدك تحدد اهتمامات الأشخاص اللي لازم تستهدفهم يعني مثلا أنا عندي محل ورد سبق وارجيبه كيف انت تستهدف اهتماماتهم يعني حتى توصل للأشخاص الصحيحين يعني أنا اوكي ماشي انه الانستجرام وصلي منشوري لعشر ألاف شخص بس وصلي مثلا لخمس ألاف شخص مش مهتمين بالورد أصلا مثلا وصلي لألفين شخص مهتمين بالموسيقى أنا ايش بدي بناس مهتمين بالموسيقى أو مهتمين بالتلفونات يعني أنا بدي اشخاص يكونوا مهتمين بالورد فخلينا نشوف مع بعض كيف رح نعملها واحدة واحدة ولا تنسى الضغط على زر الاشتراك في تحت موجوده في تحت تمام؟ زر اشتراك لونه احمر الغط عليه وفي جنبه جرس الغط عليه برضو لحتى يوصل لك كل فيديو جديد انا رح تصير انزله خلينا نشوف كيف بدنا نعمل الاعلان الممول واحدة واحدة ولا تنسى اذا ما استفدت ترك لي تعليق حتى اعرف انا ايش الاشياء اللي ممكن اتجنبها بالفيديو الجاي واذا استفدت برضو لا تنسى نكتب غط زر لايك وترك لي تعليق عشان عارف اني انا فدت ناس وراح الفيديو تبعي بالمكان المطلوب ما رح برضو هباء منثورة تمام هسا نيجي بدنا نعمل اعلان على سبيل المثال للصورة هاي بنضغط عليها في هذا الخيار اللي انتشايفينه بريموت بنضغط عليه برضو بطلب مننا انه نربط بالفيسبوك بنعطيه اوكي زي ما انتشايفين هاي الخيارات بدنا نعبيها بدنا نعبيها نيجي على الخيار الاول هون بنضغط عليه هون يا اما بتحط رابط اليك او تعطيه هون على البروفايل تبعك خلص حلو اذا في رابط ثاني بدك تحطه هون تقدر او بتخليك على البروفايل تبعك بتعطيه دون فوق وبنيجي على الخيار الثاني هون ما تخليه تلقائي لانه انت ما بدك الفيسبوك الانستجرام ينجع لك كيفه اشخاص فاحنا منحدد من هون كرياتيور هون بنحط اسم الحملة تبعتك شو اسم الحملة على سبيل المثال انا فوتو وهون المنطقة اللي انت بدك الناس استهدفهم فيها مثلا انا عندي محل بمسقط بحط مسقط وبتقدر كمان تختار اخرى دولة او مكان ثاني برضو يعني اذا كانت انت على نطاق اوسع يعني انت مش مقيد بمكان واحد زي محل لا مثلا انت صورتك او اشي تجاري زي مثلا انا عندي قناة اليوتيوب مثلا انا بدي استهدف ناس بمسقط وبدي استهدف ناس بالاردن مثلا بحط جوردان وبنضغط على done احنا هيك استهدفنا ناس داخل عمان وداخل الاردن هون الاهتمامات هاي اهم اشي انك انت تدخلها انا مثلا عندي محل تلفونات انا عن الايفون بكتب مثلا ايفون وبكتب مثلا اي او اس مثلا اي تونز اكتب قد ما تقدر تكتب اكتب من هو طالب منك من اربعة لعشرة تمام اكتب اكتب عشرة لانك انت بتستهدف ناس هذول الاشخاص اللي استهدفتم هذول يعني بالنهاية شو ما كتبت بتكون انت حطيت ايدك على المكان المناسب داخل الاعلان تمام يعني هاي كثير مهمة وهايدا هان بتيجي بتختار العمر اللي انت بدك تستهدفه يعني مثلا انا انا لو عندي مثلا محل ورد اكيد اللي عمره 13 سنة ما رح يجي يشتري ورد فمن 18 ل 45 مثلا حلو وبتختار ميل او خلي على الثنتين احسن تمام انت برضو هاي انت كمان بتحددها حسب البيج تبعك شو هو وبنعمل هون احنا حددنا الشريحة اللي بدنا اياها من الناس بنيجي على الخيار المهم هون هاد قديش الدولار رح يوصل لك ناس ل 870 شخص ل 2000 شخص تمام يعني من 800 ل 2000 شخص مثلا انت بدك تدخل مبلغ اخر هون على الخيار هاد بتدخل على سبيل المثال 10 دولار او 15 دولار وبنشوف شو رح يعطينا وعلى كم يوم بدك يخلص ال 15 دولار يعني هون اذا على يوم واحد رح يوصل لك المنشور تبعك ل 12000 شخص الى 33000 شخص خلال اليوم الواحد بس بيخلص ال 15 دولار بيوم واحد بيخلصهم بيقدر عليهم بيوم واحد تمام او بدك يهة على مثلا سبع ايام او بتقدر هون بالخيار هاد اللي هون انك تحدد اكم يوم مثلا عشر ايام هاي بالعشر ايام رح يخلص لك يوم كل يوم تقريبا دولار ونص رح يصرف ويوصل لك منشورك من 12000 ل 33000 مشترك شخص حلو ونضغط على done وهون نيجي تحت ونختار طريقة الدفع اضافة طريقة الدفع التالي على سبيل المثال انا معي بطاقة بنك دولتي ايش انا وين انا انا بعمان معي بطاقة بنك من عمان انا مثلا بعمان معي بطاقة بنك قطرية بادخل هون قطر شو بطاقة البنك اللي بدك تستخدمها او طريقة الدفع اللي بدك تستخدمها لاي دولة بتعود بتدخل هون الدولة تبعتها تمام هون انا رح اختار بطاقة ائتمان هنا المهم هون بتدخل ال14 رقم الموجودات على وجه البطاقة تمام تمام وهون الشهر والسنة هذول برضو بتلاقيهم على وجه البطاقة تحت ال14 رقم موجود بس الشهر والرقم يعني مثلا اذا بشهر اثنين التاريخ انتهاء البطاقة هاي اذا بشهر اثنين 2021 2024 بتدخل 02 24 عسابي المثال بسنة 2024 بتنتهي ورمز الامان بتلاقيه بخلف البطاقة بخلف البطاقة بتلاقي رمز الامان بتدخل هون وبتعمل حفظ طبعا بيرجعك على الصفحة هاي خلص انت هسه بتعمل على create remote بتضغط على هذا الخيار من هذا الخيار بعد ما انت تضغط عليه بتنتظر بعدها بوافقو لك على الاعلان تبعك وبصير يتروج للناس وبعديها بتصير انت تشوف تحليلات ببين لك هنا view الخيار هاذ على view هون بتضغط عليه ببين لك لكم شخص وصل هذا المنشور كل اشي تمام ان شاء الله اني اكون انا فدتكو بالفيديو هاذ اذا استفدتوا لا تنسوا مثل ما حكتلكوا اضغطوا على زر الاشتراك وزر اللايك واذا ما استفدتوا اتركوا لي التعليق لحتى يتم تطوير من اسلوب الشرح وتفادي الاخطاء اللي وجهت فيها اذا انا وقاتب اخطاء شكرا